عمود تدهور للغاية قبل الحراك ويتأزم أكثر وأكثر مع الحراك لماذا؟ لأن الحراك أنا أصفه بأنه هبة شعبية تسود مبدأين أو مطلبين أساسيا إحداث القطعة مع نظام القائم وتانيا عدم الإفلات من اللاعقة ولكن الحراك الشعبي هو ترجمة لعدم قدرة المجموعة السياسية والتشكيلات السياسية والتشكيلات المجتمعية والنقابية أن تتعدى منطقها الاستهلاكي وعدم إنتاج أفكار أفكار سواء من أجل التغيير السياسي وخاصة من أجل التغيير الاقتصادي لأن السلطة القائمة قبل كإنتهجات منطق الهروب إلى الأمام وعدم انتهاج الإصلاحات السياسية الإصلاحات الاقتصادية التي كانت من المفروض أن تقوم بها منذ 2008 مع الأزمة لسير برايم وبدأت الملامح من خلال تعديل قانون المالية ل2009 وغير ذلك الهروب إلى الأمام لأن الهدف تحاوى إرضاء الجبهة الاجتماعية والإبقاء وشراء السلم الاجتماعي لأن ماليا أو الوضع المالي الجزائر مكنة من إنجاز سنك السكنات من الإبقاء على منطق الاستهلاكي وعدم إعادة نظر في منظومة الدعم وغير ذلك وغيرها فلونساج وقال فلونساج كان رئيس حملة رئيس سابق سلال قال زوجه بهم وما كان مشكلة وما إلى ذلك المشكل هو أن حتى الأحزاب السياسية الآن المنطق السياسي تكلن في السياسة أمر سهل لغاية خاصة بالطريقة الشعبوية اللي رأنا فيها الآن طريقة الهستيرية اللي يشوفوها في التلفزة وليشوفوها في البلطوهات وليشوفوها في المنتديات حتى منتديات الأحزاب السياسية لأن أسف شديد كل المنتديات وكل ندوات اللي قامت بها الأحزاب السياسية تقول لك سنقوم بندوة من أجل مناقشة الوضع لا وجود الاقتراحات ألوكو المفروض أن هذه الأحزاب عندها خارطة طريق الاقتصادية الموجودة فيها الآن والمفروض أن نعدل تنظيم الاقتصاد ما هي الإصلاحات كيف نمر من اقتصاد رعي إلى اقتصاد منتج هذه الأجوبة والبعض أستاذ كوبي معليش الفترة هذه ما نقدرش تتحدث على إصلاح بقدره والسؤال المهم اليوم هل ممكن تكون فترة إقلاع لأن الكثير الآن يشوف أنه هناك محاربة فساد في العواجل وفي الهام كلها محاربة فساد فلان فسج وفلان في التحقيق فلان فسج وفلان في التحقيق قبل الحديث عن الإصلاح الاقتصادي أستاذ كوبي الممكن مثلا في الجزان قال هذه الفترة ستؤسس لفترة جديدة على الأقل اقتصاديا أنه سننتقل الاقتصاد شفاف وفيه محاربة الفساد فعليا يبقى أنه جو سياسي يبقى كلام يبقى كلام لأن تكلم على المستقبل نتكلم على العقاب والعمليات إحالة الملفات إلى المحاكم هذا أمر يتعلق بالماضي بينما إعداد خطة طريق لتغيير منظومة الاقتصاد وإحداث القطعة الحقيقية هي مشروع مستقبل طيب رأيك شخص كوفي شوف كين بوادر تعمل الآن ما كان حتى بادرة ما كان حتى بادرة لأن حقيقيا حل المعادلة حتى جانب مجانا بأفكار حقيقية تتعلق بحل معادلة عقم الاقتصاد الجزائري والمرور إلى اقتصاد إنتاجي